جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب للمهندس عمر سليم مكان المسجد الدوحة قطر المساحة 175.164 متر مربع وإجمال المساحة المغطى 27.644 متر مربع نسمة المساحة المغطى من مساحة المشروع 15.8% الافتتاح 21 محرم 1433 الموافق 16 ديسمبر 2011 ميلادي عدد القباب 96 قبة عدد المنارات منارة واحدة عدد الأبواب 3 أبواب رئيسية و17 باب جانبي المساحة المخصصة للمشروع حوالي 175.164 متر مربع الطراز العربي التقليدي مع خصائص حديثة مسجد الدولة أو مسجد الإمام كان الاسم المقرر للمسجد هو مسجد الدولة لكن تم تغييره قبل الافتتاح إلى مسجد الإمام نسبة إلى الإمام محمد عبد الوهاب أحد مؤسسي الدولة السعودية وقد تم إسناد المشروع إلى المكتب الهندسي الخاص بدولة قطر وقد حرص المكتب الهندسي الخاص على أن يكون بناء الجامع محافظا على فن العمارة القطرية الأصيلة حيث جاء البناء على غرار جامع بولق بيب الذي بناه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد رحمه الله من 130 عاما ويقع جامع الدولة في منطقة الجبيلات إلى الشمال من وسط مدينة الدوحة ويطل بواجهته الغربية على نادي قطر لون المسجد والخامعة المستخدمة المسجد يغلب عليه اللون الأصفر الهادئ غير المشبع المستخدم في المبانا القطرية القديمة المبنية من عناصر التربة ألوان الزخارف بسيطة وكذلك الخامعة ترغم ضخامة المسجد إلا أنها بسيطة فمثلا الأبواب من خشب التيك الصلد المنقوش شدويا بحرفية عالية والمرصع بالنحاس المعتق والرخام المسكول دل لون الترابي الذي يغطي أرضية صحن الجامع والأرويقة ويتكون جامع الدولة من أولا القبو ويشمل مكان الوضوء وحمامات الرجال يخدم المتوضع 317 مصلي في نفس الوقت ويتصل القبو عبر النفق تحت أرضي مع مبنى الخدمات ثانيا الدور الأرضي ويتكون من صالة الصلاة الرئيسية للرجال ومكان مخصص لوضوء السيدات بالإضافة إلى المكان المخصص لوضوء وحمامات دوي الاحتياجات الخاصة ثالثا دور الميزانين ويتكون من مكان لصلاة السيدات ومكان إضافي لصلاة الرجال بالإضافة إلى مكتبة وصالتين لتحفيظ القرآن الكريم إحداهما للرجال والأخرى للسيدات صحن المسجد ويمكن الصلاة في صحن المسجد وفي الساحة الأمامية للمسجد ويستوعبان 30 ألف مصلي وبالجامع عدد من القباب ومنارة واحدة أما القباب الكبيرة فعددها 28 قبة والقباب الصغيرة عددها 65 وللمحراب كبتان صالة الصلاة الرئيسية المكيفة التي بها المنبر تتسع 11 ألف مصلي وأكسي الجامع من الداخل بسجاد مصنوع من الصوف الطبيعي بينما زود من الداخل بـ 28 ثلية من النحاس لإنارة متعددة الطبقات معلقة على ارتفاع 14 متر صالة السيدات صالة الصلاة للسيدات الصالة المكيفة المخصصة للسيدات تتسع حوالي 1200 مصلية وبها شاشة كبيرة لرؤية الإمام الساحة الخارجية تستوعب مواقف السيارات بالجامع نحو 3000 سيارة سواء في أماكن مكشوفة أو مغطة مواقف السيارات المغطة تسع حوالي 347 سيارة وتبلغ مساحتها 14877 متر ومنطقة كبار الزوار ومساحتها حوالي 650 متر مربع ويحيط بالجامع حزام أخضر من الأشجار على مساحة 47362 متر تمتد الباحة الخارجية على مساحة 14953 متر وتقوم بربط مستوى المواقف الخارجية مع مستوى سطحن الجامع عبر الأدراج ومنحدرات دول احتلاجات الخاصة من الاتجاهات الثلاثة وقد تم تزويد الباحة الخارجية بمنحدر للسيارات يؤمن وصول السيارات من مدخل المناسبات الخاصة حتى بوابة صحن الجامع ويتوزع في جهات الباحة الخارجية أربعة موارد مياه عذبة مستوحى من تصميم أحد موارد المياه التقليدية في قطر ينتشر في الباحة أيضا 120 مقعدا حجريا ذات تصميم خاص تحوي داخلها أجهزة إنارة تضيء الباحة الخارجية ليلا إلى جانب المصاميح ذات التصميم التقليدي على السور المقاعد وأرضية الباحة مصنوعة من حجر الجرانيت